سلام عليكم هشوف الفيديو ده ازاي قدر اعمل تكامل داخل البرنامج الاس فرض مسلا انا عندي ده اللي سهل جدا زي القدام دي دولين دي واي باي دي اكس بتساوي اكس اصاربعة دي انا عارف طبعا حلها بسهولة ما فيش مشكلة فيه بس انا يعني هي الخطوات هي نفس الخطوات اللي هتعمل معي ده اللي سواء كانت صعبة او سهل هي نفس الخطوات فدلوقتي لو انا عندي دي واي باي دي اكس بتساوي اكس اصاربعة هكاملها ازاي طبعا لو جيت انا كامل اللي اعملها هيتساوي ده ناقص ده التكامل بتاع الطرف اليمين بقى ده هيكامل ازاي هتساوي هتخيب كلمة اللي هو التكامل الاكس اصاربعة اللي انا عايز يكملها ايه وبعد كده اعمل كماء وحط متغير اللي انا بكمل بالنسبة له انا هكامل بالنسبة وحطو بعد كده حدود التكامل بتاعه انا عايز اكامل من سفر الاربعة. طب ايه وي انيشل دي دي قيمة الواي عند اكس بتساوي زيو. دي المفروض الانيشل المفروض ان تكون عارفة. فانا هسيبها انا هحطها في الحالة بتاعت هنا بتساوي سيفر. ده كده خلص. كده انا خلصت التكامل. عملت اقدرة كامل اكس ساربعة. وهده اشوف الصورة بالضغط هنا. ادي الصورة الفورمات البتاعي. ده التكامل اللي انا عايز اعمله. بعد كده اقدرة حل بقى. ادوس على امر صور. حل وطلع القيمة. يبقى الواي هتساوي امتين واربعة بوينت ايد. عايز اتأكد ان الحل ده صحيح. في الحالة بتاعتي دي انا سهل لقدر تأكد. ان انا بحط الحل اللي انا اصلا عارفه. هسميه انا عارف ان اه بتساوي اكس بس خمسة على خمسة. انا عارف ان ده الحل بتاعي. لو جيت كده حل هنا. برضو هلاقي نفس القيمة بالزبط. وهو قدر يحل ويطلع للناتج. الحل اللي الاس عمله ده. ده بيعتمد على ان هو بياخد دي وقطع حتة صغيرة ويعوض خلال الاجزاء دي ويجمع ويديني الناتج. عشان كده لازم التقطيع او التأسيمة اللي اتم دي تبقى صغيرة بصورة مناسبة عشان الناتج بضقيق. انا ممكن اتدخل في ده وحدد له يقسم الدقيق. وممكن اسيب اوتوماتيك زيان اللي انا حالته دلوقتي تا كان اوتوماتيك هو قسم بالطلعة المناسبة ويطلع الناتج مش هلتش بقى لي. ممكن انا اكبره ان يقسم بقيمة معانة. القيمة دي قدر اخطها في الاخر في اخر الامر وودي هالو مسلا زيرو بوينت وان. ده دي التأسيمة من سفر الاربعة هيقسمة حتة صغيرة زيرو بوينت وان. ويطلع الناتج. هلقى الناتج تقريبا حصل فيه ايه لان هو محتاج الاسم تأسيم اكبر من كده. وهو فعلا البينامج بيقدر يحدد الخيمة المعزبة. تعالنا نجرب كده نقل لزيرو بوينت زيرو وان. ونجي الحل تاني هلاقي ان الحل وصل للقيمة الاكساكت وما فيش اي مشكلة. ولو وللت اكتر هزود مدة الحل. الحل مدعي عاد فترة قطور عشانا بيوصل. بس هيديني النتاج اضاق واضاق. في طريقة تاني ان انا الحل التكامل ده باسمها يعني التأسيمة تبع على اساس جدول انت حطه. ميزة ده الطلاقة دي ان انا بقدر اشوف ناتج الحل في خلال كله. مش الناتج نهائي. انا هنا ما عرفت عن عن من التكامل من زيرو الاربعة. الناتج في الاخر هيساوي كزا. طب من من سفر الواحد من سفر الاتنين من سفر الثلاثة. خلال الفترة دي مش عندي. فديس عابطة مفيدة بالنسبالي ان انا بقدر اشوف التغير خلال الفانكشن بالكامل. طب ازاي اعمل عشان اعمله انا ممسح كل القيم اللي انا دخلتها دي بس بس الفانكشن اللي انا بكاملها بالوضافة للمتغير اللي انا بكامل بالنسبالي. وبعدين اعمل زي اللي احنا اللي احنا شرحناها قبل كده. ما بين المتغير بتاعي اللي هو الاكس. وقيمة اللي انا عايز اوصل لها. ونحط كمان عشان ايه نقارن ما بينهما وبعد. يعني اوكي نبدأ نحط هنا بقى نحط قيم الاكس اللي انا عايز ادرس التغير خلالها. طبعا اخر قيمة هي القيمة اللي اتهمني. فنعم مسلا من سفر لغاية اه واحد. لغاية اه واحد يعني من سفر التسعة. وحل الجدول ده. ده اسمه. التكامل تم اه خلال النقط دي. هلاحز هنا مشكلة من القيم واللي اتحل بالتكامل في اختلاف ما بينها. ده حصل لان هنا التأسيمة التأسيمة صغيرة كده كبيرة قصد دي. من سفر الواحد ده ده يعتبر مسافة كبيرة. المفروض عشان التكامل يتم بدقة. ان انا اقلل المسافات دي. تعالي نعمل نفس الجدول ده. نعمل جدول تاني. من اكس. بس هزود عدد النقط. وخلي الاكس بتاعها اقل بكتير. يعني نسف. اخلي. زيرو بوينت زيرو وين. او زيرو بوينت وين. تعالي نحل هنا في الحالة دي هنلاحز ان ايه دقة زادت. فيه اختلاف بس اختلاف بس جدا. لو بصنا على الايرور. الايرور بسيط جدا. لو انا عايز بس انا استفدت طبعا ان انا شفت تغير بتاعتي وتغير خلال عملية التكامل بكامل من سفر. بغاية التسعة او القيم اللي انا وصلت له في الاخر. عايز ازود الدقة. اغير بتاع التايبل تاني. خليه زيرو بوينت زيرو وين. وحل كمان مرة. هلاحز هنا ان القيم دقتها زادت جدا. وتقريبا حاجة واحدة. ده كده اسمه. لكن لو ما استخدمتش التايبل وحطيت هنا على طول حدود التكامل من سفر لاربعة. ده كده اسمه. بيطلع لقيمة النهائية بس. طب دلوقتي انا نلاحز ان انا لما استخدمت الايكوشن بيست انتجرال. انتاج تلات دقيقة. بس ما عادرتش احتفظ بالتاتا اللي هي بتاعت التغير بتاعت الواي من سفر لغاية اربعة. بيطلع ديش الناتج النهائي. لما يتستخدم التايبل ده. التايبل بس انتجرال عشان اه اشوف تغير الواي خلال كله. طريت ان انا زاو اقل الانكريمنت جدا. علشان الدقة تزيد. وبتالي اللي حصل بقى عندي تايبل بحجم كبير من النوات وانا مش محتاج كل النوات دي. طب في حاجة توفى ما بين الاتنين. ايه هي? انا هحل عادي بالايكوشن بس انتجرال اللي بيديني قيمة نهائية دقيقة. بدون ما ادخل في تفاصيل. وهجبره ان هو يخزن الداتا اللي في النص وهو بيحال. ازاي? بقى فيه اسمه انتجرال تايبل باكتبه بالطرق دي. بعمل علامة الدولار. واكتب انتجرال تايبل. بعد كده احط اسم المتغير بتاع اللي انا بكمل بالنسبة له اللي هو الاكس. وحط نص ينفو بعض وحدد الانكريمنت اللي انا عايز اخزنه. هو كده كده في الحل بيستخدم او صغير عشان يطلع دقة كبيرة. لكن انا مش محتاج كل النوات دي. انا محتاج مسلا عند سفر وواحد واثنين وثلاثة واربعة. فعايز بواحد. ده اللي انا محتاج. واي محتاج بتحطه هنا. وبعدين حدد له المتغيرات التانية اللي انا عايز اتابعها. انا عايز قيمة اللي اللي هو بيحلها اصلا. انا خططها له عشان اقارن. وعايز قيمة اللي اللي هو بيحسبها من التكامل. انا عايز القنتين دول. دلوقتي لما حل. هو كده حل عادة هو تطلع اللي القيمة انها ايه عند اكس بيسا واربعة. لوي هتساوي كسا. طب بقى القيمة اللي في النص اجابها ازاي. هلاقي فيه هنا ايكونة مشاطة عليها علامة التكامل. اسمها انتجرال تيبل. لما ادوس عليها يتلاقيه مخزن للنواة ايه اللي في النص. خلال وصوله من سفر الاربعة. عند الانكرمينت اللي هادتهوله. عند واحد واثنين وتلاتها واربعة. مطلع للقيم. ملاحز برضو ان الدقة هنا ايه. يعني فيه برضو نسبة. فانا ممكن ساعتها اقل الانكرمينت. مش فحتاجة باعمل تيبل بانكرمينت صغير. انا هحط له هنا الانكرمينت بتاعي واحد ملمية. لاني ما حست ان فيه الدقة بتاعتها احسن. هحل تاني. وبص على الانتجرال تيبل. هلاحز هنا ان الدقة بقت كويسة جدا. يبقى انا عملت دقة حليت بدقة كبيرة جدا. طلعت نتائج ضخيغة. وعرفت اتابع الداتا اللي في النص عند النقطة اللي انا محتاجها. محتاجتش ان انا عمل تيبل كبير في داتا كتير ملاحز لازمة. بس خلاص ده التكمل بجيء بساطة في الاس. هشوف في الوديو الجاي سلام.